بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في لقاء السيس الأخير مع يوسف الحسيني في أول المؤابلة قال افتكروا لو لا يكن الإخوان دبحوك وأتلوك أنا اللحمتكم أنا أعدت ثمان سنين لحد لما استأصلت قواعدهم هل فعلا لو كان الإخوان وجهوا القوى المدنية أو المعارضة أو غيره وكانوا يدبحهم الإخوان هل هذا كان صحيح صادق فيه السيسي أم لا وهل فعلا استطاع القضاء على الإخوان وأليست هذه جريمة يعترب بها صاحبها أم لا هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى في اللقاء مع يوسف الحسيني كما ذكرت تكلم السيسي عن أني لو لا كان الإخوان دبحوهم دبحوا القوى العلمانية واليسرية والإبرالية والمدنية والناس وأنه حماهم طب حماهم من إيه أو من الإخوان هو السؤال هل فعلا الإخوان لو كان حتى مظاهرات 30 يونيو فشلت أو 37 فشلت هل كان ده معناه أني كان السيسي أو كان الإخوان هيقتلوا في الناس دي أو في المعارضة أو ها يرتكبوا معهم جرائم ليس لها أول من آخر طبعا هذا كلام غير صحيح ولا يصح بل باطل شكلا وموضوعا وحقيقة وتاريخا ليه؟ لأنه لن يتأمل يبص على السنة اللي حكم فيها الدكتور محمد مرسي أو اللي حكم فيها الإخوان وكان الإخوان ما حكموش السؤال يا جماعة من أول ما حتى من قبل الحكم نفسه بعد صورة يناير لو مسكنا الأحداث دي سنجد الإخوان لا يتثبت عليها ولا على أحد منها أبدا حدثة واحدة فيها اعتداء على أحد ده واحد اتنين السنة للإخوان تولوا فيها الحكم وعندهم رئيس يعني فضي الناس لو بتدبح وبتعمل وعندها أدوة الدبح والتأثيل والكلام ده شوفوا كام حدثة تم الاعتداء على الإخوان ومقراتها وهم في السلطة مش وهم برها واحد أحداث الاتحادية وحمد المسحول ودخول على محاولة اقتحام القصر اللي اعترف حتى معارضين للرئيس مرسي رحمه الله أنا ذاك أن المتاثرين على وشك يخشوا يجرجروا يسحلوا براء الأصر ناس الرئيس اللي بيمثلها اللي منها يحصل معاك كلام ده ثم حتى في الاتحادية لما حصل اعتداءات الشهداء 12-13 ما زمن من الإخوان حدثة معروفة مشهودة بينا واضحة طيب كم مقر للإخوان تحرقوا هما في الحكم من أول ما مسكوا مقرات في أواخر آخر كم شهر مقرات في طنطة في المحلة في المحافظات النائية المحافظات اللي الإخوان لها ثقل وعدد كبير ده كله هما فين فيه أوج السلطة زي ما بيقوله بل مكتب الإرشاد نفسه اتكسر بابه واقتحم وحصل فيه عبث بمحتويات فيه مكتب الإرشاد اللي هو يعني أهم حاجة عند الإخوان طيب أحداث المؤطم اللي حصلت بعد كده برضو وعملوا نداءات ووقفة قدامها وحصلوا الإخوان شفنا أعضاء الإخوان اللي بقوا يشلبوا دم ويموت الناس وتحصلوا في البيوت الإعلاميين وبيوت وفيلل فيه المؤطم ده الإخوان الإخوان اللي اتحط على باب رئيسهم مش رئيس الإخوان رئيس الجمهورية برسي اللي كان بيتشتي من النهار من الإعلام من غيره اللي كان بيوقف قدامه مجد الجلال أنا مش خايف منك لرئيس مرسي هو كان خوفك أصلا خوفكش فالإخوان لا في يوم هددوا الناس بالدبح ولا هددوا الناس بالأكل ولا نفذوا ده وإلا حتى أحداث التلفئات أني علي جمعة تهدب كان فيه حاجة محاولة اغتيال ويقول لك ما شفونيش قال لك اختفى يعني ملاك بقى نازل من السماء بيهفة برفرب بجنيحة يعني تم علي جمعة طلع عمره يعني أمام الناس وآخر ما استطاع الإخوان يهجموه بيه في مناقشة رسال الدكتوراه هجموه بالشعارات واللي شتموا ده آخرهم هو قدامهم وعلى مر يعني قدام عينيهم لو واحد فيهم بتاع اغتيال ما هو قدام دلل على إرنة دي أخواننا أكذيب وافتراءات لا تصح كذب صراح بي بل بالعكس التسريبات اللي بعد ثورة يناير المسؤولي الأمني اللي بيكلم السيد البدوي رأس حزب الوفد السابق وبيقولوا الإخوان هتتدبح في بيوتها في سريرها الإخوان اللي هتتدبح بش العكس الإخوان منذ ثورة يناير إلى اليوم بيتيتل للإخوان ده الشاهد الواضح حتى إن مثلا ادعاء بقى البطولة وإني أنا حمدكم أنا حفظتكم من إيه ثم ده اعتراف رأس بتبتحتين بأنك أنت ثمان سن بتأتل في الناس هل فعلا الإخوان تم القضاء على قواعدها في الثمان سن وعايز يقول إني شوفوا خادف إيه ده أنا أنا اللي معايا يا جيش وسلطة ثمان سن كان في إيدكم وهيخدوا إيه مش هتاخدونتوا في إيدهم غلوة ده كلام باطل ولا صح وغير صحيح ولم يثبت أبدا إن الإخوان استعادفوا أي حد من خصوهمهم يعني ماشي سيبنا من تاريخ التنظيم الخاص أي من الاحتلال الإنجليزي والغبش والأحداث الفتن اللي حصلت واللي كان ده موجود في كل الطيارات كان فيها إجهزة مسلحة ومع ذلك الإخوان أدانت بعد ذلك هذه الأمور سواء تتصدق أو ما تتصدق ده قصة تانية إذن قضيت إن كان سيسي حمى الناس من قتل ويعني اعتدات من الإخوان ده كلام فارغ وكلام غير صحيح اللي قتل في الكل يعني اللي قتل شايماء الصباغ اللي رايح أبوارد اللي الناس في الشرطة كالإخوان طي اللي قتل ماجدي مكين ومسيح الإخوان اللي قتل رجيني الإخوان كل الجاس دي المدنيين اللي ماتت من التعذيب واللي ملقاتل واللي غيره كالإخوان لا كام عدد الإخوان اللي بتأثله في السجون وبرى السجون وبالتصفية وبالإعدامات وبالزور يعني عشرات عشرات الحج بل دلوقتي توصل اللي مات بالإيمال الطب وغيره كام واحد من دور راح ينتأم من اللي قتل إخوان حتى منام عبد الناصر تعذيبه على إيد شمس البدران وعلى إيد حمز البسيوني وغيره كام واحد راح ينتأم ما حدش ينتأم مش عشان الناس عاجزة لا لأن الناس مش دا منهاجها مش دا ما يبدأها ولو حصل أي خروج عن خط الإخوان الناس بتقول لك لا دول ما يمسلوناش ليه لإني لها خط اللي عاجبه الخط لا لا وسأنا طب هل قضاء السيسع للإخوان فعلا الحقيقة لا الحقيقة لما نتأمل إذا هتعتبر الانشقاقات اللي في الإخوان ومجموعة تفترق على بعضها دي كلها دا قضاء دا مش قضاء أو دخل الناس السجون والناس موت جوا السجون دا مش قضاء لإني اللي بيعيش ويموت على مبدأ واللي جوا السجون لو النهاردة كام واحد بتقول لهم امضي واطلع بر السجن ويتنزع للإخوان كام واحد مضى لك عدد قليل جدا ومع ذلك ما خرجوش إذن لأ أنت لم تقضي على الإخوان إخوان تنتهي يامتى جواها فيها فساد وعطب وده اللي حاصل يعني أنت النهاردة لو عايزين نقول هل الذي قضاء للإخوان السيسيا محمود حسين وأمثال آه لا نقول لك محمود حسين والمجموع اللي معاه وزيادة ومجموع معاه تحديدا لا يعني القيادات المتكلسة والقيادات اللي فيها فساد هيا اللي بتعي في الإخوان أكتر ما السيسيا وأي نظام حكم بيعمل السجون عمرها ما بتنهي فكرة من أيام الملك فاروق والإخوان بيتسجنه وعبد الناصر ويتأتله واتدبحه واتكربجه واتعزه طلعوا زي ما هم وأم السادات وأمها مبارك وأيام وأيام وبعدين الناس زي ما إخوان زي ما هي كن ناس تقول لك لا فيه لازم تبقى فيه مراجعات في عمالنا السياسي في أداءنا ماشي الإخوان محتاجة تجديد وتطوير في أداءها وفي أدبياتها وفي أهدافها واستراتيجيتها وأفكارها صحيح هل انتهت ما تقدرش نحكم آه يعني عمليا التنظيم مش في كامل عافيته مش في قوته هل معناها سينته ويموت وارد ما ما فيش حاجة لها الدوام بس هل اللي أنهى السيسي لا بالمناسبة غير صحيح اللي ينهي الإخوان من داخلها من أفكار أفكارها تفضل جامدة على حاجة معينة فتموت بالقصور الزاتي خلاص هي جدرة خلاص لحد لما تنتهي دورة الحياة التي تحصل لكل حضارة وكل فكر وكل جمعية وكل مؤسسة وكل دعوة كل ذلك اللي بيحصل لكن ليس له أي شيء بالعكس ده يعني من عامل بقاء ما يبقى في الإخوان ما فعله هذا النظام مع الإخوان والسجون اللي فيها طيب هل أنهى القوى الأخرى لم ينهيها لم يحدث أي إنهاء أي فكرة الأفكار لا تحارب بالعنف أو بالقتل طيب هذا الاعتراف منه وليس اعترافا بهذه الجرائم ما المفهود أنك بتحاكم الناس سياسيا حاكم الناس قضائيا بتحاكم الناس ماشي لكن قتل الناس الإنهاء استقصال بإيه بالفكر ما عندكش فكر ولا عندك ناس بتاعت فكر ولا إعلام ولا منك فكر الإبادة ليست إنهاءا للناس ولن تنهي الإخوان الإبادة ولا المذابح ولا القاكل بالعكس إن المصائب يجمعنا المصابين ده ده اللي بيخلي إخوان أكتر تلم على معضها أنا بس حابيت أوضح دل إني حاب يمر للجملة بهذا الشكل لا تمر أبدا يعني وللأسف يعني لما الدكتور مرسي قال تمن الشرعية حياتي طلعوا بتوع التمرد والتجرد وغيره التمرد وقتها مش تجرد إني ده دعوة للعنف طب واللي قال لك أنا ثمن سني بصص وقال لك أنا هيدبحوك وأنا اللي حميدكم وحتم حميدهم بيه بالجيش طيب الجيش إذا نزل يحمي مظاهرات ثلاثين يونيا لماذا لم تحمي مظاهرات رابعة وغيرها إذن المسألة مش حماية مسألة أنك أنت طامع في السلطة العسكر عايز السلطة ده بعض ده توضيح فقط لهذه النقطة التي أردت ألا تمر دون توضيح أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر